أيضاً محمد يوسف بيوضح موقف اللعبة المطلوبة للإعارة وقال إنه جهاز الفني بيدرس حالياً الأسماء اللي تلقت عروض من عدد من الأندية لإعارة هؤلاء اللعبين وأوضح مدير الكورة إنه بادرس كارتيرون المدير الفني هيحسم الأسماء اللي تلقت هذه العروض لعرض الأمر على لجنة الكورة لاتخاذ القرار النهائي يوسف قال إن حسم هذا الملف خلال الأيام القليلة القادمة لابد أن يتحقق علشان الفريق يستقر واللعبة تستقر في الأندية اللي حتنتقل إليها قبل بداية الدوري ما فيش تعداد أنت خلص الدوري ما نقول لك أنت دلوقتي ده ملف مهم وزادت صعوبته أنك فجأة نزلت بالقائمة إلى 25 فأصبح فيه لعبة مهمة جداً قد تضطر إلى عارضها وهذا أيضاً برضو بيتعرر لنوع من وجهات النظر الكتيرة اللي الناس يعني ما نصدرش على رأي حد لكن أيضاً هما ما نصدروش على قرارات الأجهزة الفنية يعني تظل في إطار وجهات النظر أهلاً بالجميع ترجمة نانسي قنقر